موسيقى والأطباء الصينيين في علاج مريض مصاب بالسكري باستخدام العلاج بالخلية لهنا نعطيكم فكرة شوية على حالة المريض حسن يقول المقال يقوله أنه هو رجل عمره 59 عام كان يعاني من مرض السكري من النوع الثاني لمدة 25 عام ويتعرض لمضاعفات شديدة من المرض رغم أنه تعرض لخضوع عملية زرع الكليا عام 2017 ولكن فقدت معظم ووظيفة الخلية المعروفة بالبنكرياس واللي هو أمر عنده بتباعك عظم مهم جدا لتنظيم مستويات الجليكوز في الدم وهذا يعتمد على حقن الأنسولين اليومية المتعدة ولنعرفها الشمالة العلاجة تجري بإنشاء نسخة استناعية من الخلية الموجودة في البنكرياس واللي هي بليتو تنتج الأنسولين وتحافظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة نذكر أنه هذه المرة الأولى في العالم اللي تم فيها علاج مريض من مرض السكري باستخدام العلاج بالخلية ولحظ ما يقول تقول الدراسة أنه نشحة العملية هذه وكيف كيف أكد كيف الفريق بأنه الإجازة هذه هو الإجازة الأول في العالم والطريقة المعتمدة طريقة حديثة ومتى مش اعتمادها سابقاً وأنه حالة المريض قد شفيت تماماً شو أرأيكم أنتم بطبيعة في الموضوع هذه هذه طبعاً صارت في أحدى المستشفيات العالمية اللي استخدموا خلية دم وحيدة النوات المحيطة الخاصة بالمريض وإعادة برمجتها من جديد بعدما تتحول إلى خلية بذرية وإعادة تشكيلها لتشكيل الأنزجة الأنزجة الجديدة للبانكرياس في بيئة صناعية هذه طبعاً الأخبار اللي يوم حابيننا نعمل عنيها قراءة معكم أراكم تخليوا هنا في كومنتيريا وثمانية وتسعة وعشرين دقيقة آخر الأخبار الجهوية العالمية ويا الوطنية في موجز أخبار ثمانية ونصب بعد دقاء